بعد ما توفى الفنان سعد مجيد نشرت آلاء حسين في صفحتها الرسمية عبر الانستجرام وراح نشوف احنا الستوري اللي نشرته في انستجرام اللي كان متداول في مواقع التواصل الاجتماعي انه تعزي هي كانت تعزي وتقدم المساعدة بعد استشارة تقول اتقدم بالتعازي الى اولاد المرحوم سعد مجيد وكل اخوانه واخواته وعائلته وقاربه وعزي كافة الزملاء ايضا واسأل الله ان يخفر له ويتغمده بواسع رحمته لهنا الحدش حلو تمام ماكو ايشي ما بين قوسين وبعد استشارة اشقائي وعمامي وخوالي اشقائي وعمامي هسا انت تردين تتفخمين من عمامك واخوالك واخوانك هذا الشي راجع لك مبادرتك لو صايرة بالستر اجمل بكثير وافضل وممكن ثوابها يوصل اكثر انت اللي سويتي هذا الخطأ في حال عدم مقدرتكم مستعدين نتكفل بالدفن وكل مصاريفه رغم اني مو بالعراق الان ورغم طلاقنا اللي صار لي اكثر من سبع سنوات هسا هو الدفن اش قديري يكلف ما بين دفن ما بين اكل للناس اللي رايحة ويا الدفنة ما بين جور سيار اش قديري يكلف يعني معقولة اولاده ماعدهم فلوس دفن فرضا هما ماعدهم او انت تردين الساعدين مو بالعام ولا بالسوشال ميديا صفحتتش بيها ملايين تتابعتش هذا الشي هو الكان الخطأ الابرز وغلطة الشاطر الذي هي ليس بألف وانما بملايين صارت لانه كل الناس انتقدت هذا الشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا